وبتبدأ الحلقة في مؤتمر صحفي في البيت اللبيض وهنا بنشوف الرئيس بيعتذر عن اللي حصل في الحفلة وان في حوالي عشر اشخاص بيكونوا متوا بسبب النجاة في اللي وقعت عليهم في الوقت ده بيسمع صوت ابن جزيف اللي مات وكمان بيظهر قدامه فبيخاف جدا وبيخرج من المؤتمر بسرعة وطبعا مرات الرئيس بتروحها للمحقق على طول وهنا بتقوله ان هو لازم يحل الموضوع بسرعة ويعرف مين اللي قتل النس في الحفلة فبيوريها الفيديو اللي ظهر فيها شبح واختفى بعدها على طول وان هو تقريبا كان ابنها جزيف طبعا مش بتصدق حاجة زي كده وبتعرفه ان فيه موجرم في البيت اللبيض ولازم يوصله بسرعة لحد لما بنرجع تاني على الرئيس وهنا بيحاول ان هو يتكلم مع اولاده وطبعا بيسأل ابنه على ليكسي فبيعرفه ان هو بقاش يتكلم معها بعد اللي حصل وان هي كانت بتقرب منه عشان يمضي الرئيس مش اكتر الناحية التانية بيسأل هنر على الدومي عشان اللي كانت معاه فبيعرفه انها في الاوض عشان ترتاح شوية وبيخاف ان هي تموت ولا حاجة لحد لما الرئيس بيطمنه وبيسأله لو كان بيشوف اخو جزيف ولا لقى في القصر وهنا بتوصل الام في الوقت المناسب عشان يتحركوا على المدرسة لحد لما بنرجع على جيك مع ديفون وليكسي وهم في البيت لوحدهم طبعا بيفكروا زي ممكن يوصلوا لتشاكي بعد اللي حصل في البيت اللبيض فبيعرفوهم ان هما لازم ترجع على علاقات مع جرانت وليكسي قدامها وفي النهاية بيفضل جيك مع ديفون في القوضة وبيفكروا ازاي ممكن يوصلوا على تشاكي لحد لما بيشوفوا دكتور بيعالج سحر الفودو وبيحددوا العنوان بتاعه في الاول بيرفض ان هو يساعدهم في اي حاجة لانها خصوصيات المرضى لحد لما بيعرفوا ان هو سفح اصلا وقتل ناس كتير جدا قبل كده وهنا بيحاول يعرفوا من تشاكي تعمل سحر الفودو عشان عمره ينتهي ويموت وللأسف مش هيعرف يعمل اي حاجة وان اللي هو الافضل يموت من غير اي مشاكل معاهم ولا حتى اي ناحيته طبعا ديفون بيفرح جدا ان تشاكي كده كده هيموت من غير اي حاجة وان هما لازم يستمتعوا بوقتهم لكن جيك بيقولوا ان الموضوع مش بسيط للدرجة دي ولازم يتأكدوا ان تشاكي فعلا مات وبعدها بنرجع تاني على البيت اللبيض وهنا بنشوف مسؤولة النضافة في المكان بتحول ان هي تنظف قودة هينري الطف لحد لما بتشوف الدمية قدامها وشكلها مؤرف جدا بالنسبة لها بعدها بتحول ان هي تشرب اي حاجة عشان تنسى اللي بيحصل معيها لحد لما تشاكي بياخد باله من كده فطبعا بيستغل لفرصة عشان ييني حياتها وهنا بترجع مرة تانية عشان تشربها وللأسف بتفضل تنزف دمه قدامه لحد لما بتموت وبيقدر تشاكي ان هو يخفي الجثة من المكان بعدها بيدخل هينري على القودة عشان يشوفه وبيعرف ان هو تعبان جدا والواضح ان تشاكي بيكتب عليه وبيعرفه ان خوجه زيف بيكون مات بيحاول ان هو يدور على حاجة عشان يغطيه وبيشوف الدم اللي نازل على الحيطة وهنا بيفتكر الحارس بتاعه فبيخاف جدا وبيرجع على الام وهنا بيقولها ان هو شاف الحارس بتاعه اللي مات من شوية وطبعا الام مش بتصدق القصة لكن بتطمنه ان هي تدخل على هناك عشان تشوفه بنفسها في الوقت ده بتشوف الرسومات اللي كان عاملها هينري لحد لما بتفتح الدلاب عشان تطور فيه واتشاكي بيجهز نفسه ان هو يخلص عليها لو شافت الجثة وطبعا مش بتشوف حاجة غير كتاب الأشباح وبتخرج تاني من القودة واتشاكي مش قادر يتحرك وبيعرف ان هو قرى بيموت فعلا ولازم يشوف حل بسرعة بعدها القوم بتدخل القودة بتاعت جرانت عشان تتكلم معاه وبتسأله عن علاقته بليكسي فبيعرفها ان الموضوع انتهى وبتطلب منه يركز اكتر في دراسته واتاني يوم بنشوف ليكسي مستنية جرانت عشان تتكلم معاه وفي الاول بيكون رفض يكلمها اصلا لكن الحارس الشخصي بيعرفه انه تستهي الفرصة تانية عشان يقعد معاها بعدها بيتصالح معاها مرة تانية وبتحكي كل اللي حصل في الحفلة لحد لما بنرجع تاني على الرئيس وبنشوفه ماسك صور اولاده وفي الوقت ده بيشوف بقع الدم على الارض وبتفضل تكبر في المكان لحد لما بتظهر صورة السكرتيرا بتاعته على الارض وبيكون مش مصدق اللي حصل بعد شوية كل حاجة بتختفي من المكان لحد لما بيعرف ان دي كانت هلاوس مش اكتر وبيرجع على القضاء بتاعته عشان يريع هنا بيشوف مراته في المكان وبيفضل يحكي معها انه هو بيشوف ابنهم جوزيف لسه عايش فبتقوله ان دي مجرد ضغوط مش اكتر وفي النهاية بتقوله انه هم ممكن يتحركوا على دكتور نفسي بتاعهم عشان يخرجوا الكابتل اللي عندهم لحد لما بترجع تاني على المحقق في الاخر بيعرف ان فيه روح شريرة في البيت اللي بيض ولازم يخلصوا منها لكن بتفضل مش مصدقة القصة لحد لما بتشوف العالم بيتحرك قدامها بعدها بنرجع تاني على تشاكي وبيحاول انه هو يتفرج على افلام رعب عشان يشجع نفسه على القتل مرة تانية لحد لما بيشوف الاخبار بتاع تيفني وهي محبوسة في السجن وطبع بيتسدم من اللي حصل لها ولوصلت له لحد لما بنشوف وقرر يتكلم معها عشان يحكي لها عن اللي حصل مع الفترة الاخيرة وطبعا مش بتصدق ان هو هيموت ولا حاجة بتحاول تعرفه ان هو لازم يقتل اكبر عدد من الناس عشان يفضل عايش وكمان الناس تفضل فاكرة اسمه تشاكي وانه اعظم قاتل في التاريخ وبالليل الرئيس بيتحرك تاني على القوضة بتاعته لحد لما بيسمع صوت ابنه في المكان عمال ينده حليه وبيتحرك على القوضة لكن بيلاقيها فاضية وبيفضل يتفرج على الرسومات بتاعت ابنه لحد لما بيقعد على السرير وهنا بيشوف الدمية تشاكي في شكلها العجوز لكن بيسمع صوت ابنه مرة تانية لكن المراد جوزيف هنا بيبص عليفة بيحاول يحذره من تشاكي وللأسف بيهجم عليها عشان يقع على الارض بعد لما ضربه على دماغه والرئيس مش بيقدر ان هو يتحرك وتشاكي بيقرب اكتر راحيته وبعدها على طول بيقدر ان هو يخلص عليه بكل الطرق البشعة وبياخد شفارات السواريخ النووية ومحدش معارف ممكن يعمل بيها ايه الفتر اللي جاية فما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معنا الموسم بالكامل وكمان عاوز اعرف رأيكم في الحلقة والموسم الجديد ككل وده عشان حسس ان هو ضعيف جدا عكس مواسم اللي فاتت واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في الحلقة الجديدة سلام